بتقول ايه المسألة? الحجم الحجم غاز الايسين. صح? اللي بينتج من ايه? من المية مع كربيد الكالسيم صح? ادي كربيد الكالسيم سي اي سي زائد اتنين مية. ها? هيدينا سي تو اتش تو. زائد كم? زائد اي سي اي او اتش بايتو. هو بيقول لي عايز حجم غاز الايسين يبقى هنا سين لتر. فوق ايه على طول اتنين وعشرين واربعة من عشرة لتر. جميل جدا. قصاده. اللازم انتفعل كم جرام من المية? كم جرام من المية? ستة وتلاتة واربعين من مية جرام من المية. هتنزل دي اتنين في اتنين في واحد زائد ستاشر. تطلع بستة وتلاتين جرام ماية. تجيب السين تطلع معاك باربعة لتر. صعبة دي? في ناس طلعتها تمانية عشان مدربتش هنا في اتنين. السؤال اللي بعده بيقول ايه? ها? الجزء الواحد من السلين على كم ربطة باي? ولا على ايه? كم ربطة سجمة. تلاتة سجمة واتنين باي. اللي بعده? تعارفين طبعا ليه? ها? سي اتش سري سي اتش. وريني كده. يلزم. يلزم لتشابه واحد مول من المركب سي اتش سري سي اتش. اللي هو كده. سي اتش سري ها? سي اتش. يبقى ربطة سناية سي اتش. سي ربطة سلاسية سي اتش. هو بيقول لي عايز عشان احول ده لمركب مشبع محتاج كم ربطة باي? محتاج كم مول هايدروجين? ادي باي باي مش احنا قلنا تلاتة باي يعني تلاتة مول هايدروجين? والله يرضى عليك لما يقول لك غاز هايدروجين يبقى مول اتش تو. لكن مول زرة هايدروجين يبقى اتش واحدة. طب هو هنا بيقول لي ايه? يلزم لتشبع كزا كم من جزيئات الهايدروجين يبقى ايه? تلاتة مول من جزيئات الهايدروجين. مع عدد الالكترونات المشاركة في تكوين الروابط في جزيء واحد من الايصاين. جزيء الايصاين اهو. سي ربطة سلاسية سي اتش اتش. هنا هتلاقي سياتك عندك? الكترون الكترون واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. ها? يبقى كده كم كله? عشرة. اللي بعده. عنا تفاول واحد مول من الاستلين مع واحد مول من اتش سي اللي يتكون واحد مول من مركب ايه? كلورودي الفاينيل. عارفين ليه يا جماعة ولا لا? ادي الاستلين اهو. ها? طب هتلينا الاستلين ده الاول زائد ايه اللي هيحصل? يلا هنكسر ربطة بايد كده. تخشيلي هنا اتشايا وهنا سي ال. اصبح كولوريد الفاينيل. كولوريد الايه? الفاينيل. السؤال اللي بيقول ايه? سؤال سبعة وتمانية. سؤال سبعة مع عدد الالكترونات المستخدمة في تكون الروابط في جزء الاي سنال نفس فكرة السؤال ده. هنعمل كده الاي سنال اللي هو الاسيتال دهايد. اللي هو كده يا جماعة سي. سي ادي اتش عد يلا كده كل ربطة سجما منهم او كل ربطة باي بيعبارة عن زوج من الالكترونات يبقى دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية ها? اهو نفس الفكرة. اللي بعده. اه تمانية بيقول لي تحضير الاي ساين السؤال ده المفروض العكس يا جماعة. مفروض تحضير اه بي ار سي اتش تو سي اتش تو بي ار من الاي ساين. يعتبر تفاعل اضافة. يعتبر تفاعل اضافة لكن لو انت هتحلو على كده يبقى نازع. عند اضافة اتنين مول من حمض الهايدرو بروميك الى البروباين. طب البروباين بص معا كده البروباين يلا. سي ربطة سلسية سي اتش. لما حط ايه? بيقول لي اتنين مول من الايه? من بروميد الهايدروجين اتنين مول صح? طيب واول مول هتتكسر دي صح? ويخش لي هنا اتش وهنا بي ار. تاني مول هتتكسر دي ويخش لي هنا اتش وهنا ايه? بي ار. يبقى تنين واتنين سنائب روبان. جنسية بنتي يا وفا. تعتمد نواتج احتراق الالكينات المفروض هنا على درجة حرارة وحجم الاكسوجين. آآ آآ نواتج احتراق الالكينات على ايه? حجم كمية الاكسوجين لان احنا قلنا الالكينات في حاجة اسمها احتراق ايه? بلهب مدخن وفي حاجة اسمها احتراق ايه? بلهب اكسي استيلين صح? على حسب كمية وفيرة ولا ايه? على حسب كمية وفيرة ولا كمية محدودة. طيب عند احتراق الالكيني الذي سيغطه العامة في الهواء الجوي فان عدد ملات الاكسوجين هو بيقول لي سي ان اتش ام. سي ان ها اتش اي ام. طب تعالوا احنا اخدناه في الالكينات غير الايسين. لما نجي نحرقه يعني في الاكسوجين. هيدينا سي او تو. واتشي تو او. هنا اربعة اتشي بحنا اتشي تو. هنا اتنين سي بهنا اتنين كزا. اتنين في اتنين با اربعة واتنين ستة يبقى هنا تلاتة او طيب. هو بيقول لي سي ان اتش ام. يعني ايه مصر الحتة دي كده? يعني الان هنا با اتنين. الام هنا باربعة. تمام كده? طيب هو عدد ملات الاكسوجين كام اللي لازمة للاحتراق? تلاتة. طب التلاتة دي جا اتمنين. ان زائد ام على اتنين. مش ده اختيار عندك? ان باتنين اهو. ام باربعة على اتنين تبقى ستة على اتنين تبقى تلاتة مول. يبقى اللي جابة ايه? ان زائد ام على اتنين. ان زائد ام على اتنين. اللي جابة دال. اللي بعدها هيدروكاربون غير مشبع يتفعل مول منه مع ستة مول جزء هيدروجين. ليصبح هيدروكاربون مشبع سيخته الجزائية. سي اكس اتش واي. سي اكس اتش واي. هو بيقول لك عشان يوصل لكده? يا رمضان عشان يوصل لسي اكس اتش واي احتاج ستة مول اتش تو. يعني ايه ستة مول اتش تو? ها? يعني اتناشر زائدة هيدروجين. يبقى الهايدروجين هنا اتش واي ناقص اتناشر. ها? هو بيقول لسي اكس اتش واي ده مركب مشبع. صح ولا ايه? يبقى هو احتاج كم اتش? اتناشر. يبقى الصيقة تبقى ايه سي اكس? ها? اتش واي ناقص اتناشر. صيقة الهايدروكاربون غير مشبع قبل ما يوصل لكده. خلاص? معي ولا ايه يا جماعة? يعني هو لما اخد اتناشر اتش بقى سي اكس اتش واي. يبقى هو قبل ما يبقى قبل ما ياخد الاتناشر كان ايه? واي ناقص اتناشر. صعبة? اللي بعدها. عدد مولات الهايدروجين لازمها لتشبع امول واحد من فينايل استلين. فينايل استلين صغته كده جماعة. سي ربطة ثلاثية سي. اتش سي ربطة ثلاثية سي. اتش اتش اتش. هو فينايل استلين. دي كده اسمها فينايل. وده الايثاين او الاستلين. ادي رابطة باي. رابطة باي. رابطة باي. كم رابطة باي? تلاتة باي. يبقى كاملهايدروجين تلاتة اتش تو. اللي بعده. عدد مولاد زرات الهايدروجين اللازمة لتحويل مركب اربعة ميسائل اتنين بنتين. خلي بالك مولاد زرات. ناصر زرات. يبقى عايز زرة مش جزيء. طيب هنا بيقول لي مولاد زرات الهايدروجين اللازمة تشبه اربعة ميسائل اتنين بنتين. طيب ما هو كده كده بنتين يبقى في ربطة يبقى يحتاج اتنين مول يعني اربعة مول زرات. اربعة مول ايه? يبقى الاجابة الجماعة عندنا هتبقى اربعة مول زرات. طيب هو اربعة طب الناتج هيبقى ايه? الناتج هيبقى اربعة ميسائل بنتاني. تعال انشوف كده طيب. تعال انشوف كده. هو بيقول لي اربعة ميسائل اتنين بنتين صح? ادي البنتين سي 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 سي. اه? اربعة خمسة سي. اتنين بنتين يعني هنا ربطة ثلاثي. ايه دي. طب هو بيقول لي اربعة ميسائل واحد اتنين تلاتة اربعة ميسائل. اه? اربعة ميسائل اتنين بنتين. طب لما قول لك حولنا لمركب مشبع يبقى دي طارت بقى كده. بقى اسمه ايه? ها? من جديد يلا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. اتنين بنتاني. يبقى اللي جابعة تبقى ايه? اتنين فين هيحتاج اربعة مول زرة والناتج اتنين بنتان ده الف. ازا كانت الصيغة الافتراضية هي كزا. ار سي اتش تو سي اتش دابل بوند سي اتش تو. ادي الار. سي اتش تو. سي. اتش رابطة سنائية سي اتش تو. ده الكين. ويقول لي تم هادراكتو يعني ضفنالو هايدروجين. فتحول لهكسان. تحول ايه? طب هو الهكسان في كم زرة كربون? ستة. طب انا عندي هنا دول تلاتة. يبقى الار دي كام? سي سري اتش سيفن. اللي هي بروبان. بروبيل. اللي هي ايه? بروبيل. يبقى المجموعة ار بروبيل. يتفعل الالكين مع الهالوجينات بالاضافة يكون الناتج هالو الكان. هالو الكان. الهالوجينات يبقى سنائي هالو الكان. عارفين ليه ولا لأ? لما قولي سيادتك مثلا سي تو اتش فور. اللي هو اصله ايه? سي اتش تو. ربطة سنائية سي اتش تو. حطنا له ببروم مثلا. اهو. اللي بيحصل السي اتش تو. الكسرة الربطة باي بقى سيتش تو سيتش تو هنا بقى ارايا. وهنا بقى ارايا. بقى اسمه ايه? واحد واثنين سنائي برومو. يبقى سنائي هالو. سنائي ايه? هالو الكان مش الكين. طيب. اه عند رج مول من البروباين مع مول من الماء البروم الاحمر ثم يمرار مول من غاز بروميد الهايدروجين يتكون. طب هو البروباين اللي هو ايه? اللي هو ده. سي اتش سري. سي. ربطة سلسية. سي اتش. ده البروباين. ده لايه? البروباين. بيقول لي عند امرار او عند رج مول من البروباين مع مول من البروم. يعني حطينا هنا مول من البروم بي ار تو. ايه اللي هيحصل? هنكسر رابطة تدخل لي هنا ايه? بي ار وهنا بي ار. بيقول لي السم اضافة او امرار غاز بروميد الهايدروجين. لما نحط اتش بي ار للمراكب ده. ماركونيكوف بيتكلم بيقول ايه? ان لما نضيف الكين. لما نضيف متفاعل غير متماسل. الالكين غير متماسل. هو ده الكن غير متماسل ولا لا? اه عشان هنا اتش ايه هنا مفيش. دي غنية دي فقيرة. الاتش هتجي هنا. والبي ار تجي هنا. ها? هو عاوز ايه في السؤال? هو بيقول لي يتكون تقول لي ايه بقى? واحد. لما دي تكسر اهو. واحد واحد اه واحد اه واحد اتنين اتنين سلاسب رومو بروبان. واحد واثنين واثنين سلاسب رومو بروباني. اللي بعدها اتنين اصايل واحد بيوتين الى بروميدر هيدروجين ينتج اتنين اصايل هنا كده حازم. اتنين اصايل ايه? واحد بيوتين بيوتين يعني سي 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 واحد بيوتين يعني هنا كده الربطة. اتنين اصايل يعني هنا اهي خليها تحت سي اتش تو سي اتش ستري. طب بيقول لي ايه لما نضيف اتنين اصايل واحد بيوتين لبروميدر هيدروجين بروميدر هيدروجين يبقى دي هتتكسر اهي. وهيخشي لي هنا ايه? مش هنا كان في اتش وهنا اتش. يخشي لي هنا اتش وهنا بي ار. طب اصبح المركب كده لما نيجي نسميه هنقول كده 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 كده. يلا بقى اسمه ايه? هنرقم منين واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة من اي ناحية صح? يبقى واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. بقى ايه? تلاتة برومو. تلاتة ميسايل بنتان. تلاتة برومو. تلاتة ميسايل بنتان. للحصول على سنائي برومو ايسان من الايه? يعمى نضيف اتش بي ار على خطوطين. هيديني واحد واحد سنائي برومو ايسان. طب عندنا اتنين مول من اه صح اضافة اتنين مول من اه طب ما احنا ممكن نحط اتنين مول اه مول اتش تو يديني ايه? يديني ايه? ايه? وبعد كان نضيف ايه? مول من البي ار تو صح? يبقى عندنا اجابتين صح اللي هم الف و جيم صح يحة تاني. عند اضافة مول من هاليد الهايدروجين الى مول من الالكين فان المركب الناتج. ها? مول من هاليد الهايدروجين مثلا الى مول من الالكين زي ده مسلا. زي ده مسلا. اللي احنا عمل لنامش شوية زي ده مسلا. طب ايه اللي بيحصل? اللي بينتج? راح فين السؤال. اه فان المركب الناتج هالو الكان. هالو الكان. هلو ايه? ليه? اهو تعالوا نبص هنا كده. تعالوا نبص هنا كده. احنا بنكسر ربطة دي كده. ويخش هنا اتش وهنا بي ار مسلا. بقى يعني خلاص? يا وفاة لما بيتفاعل بالاضافة بيتحاول الكان. يا جماعة لما يجي يتفاعل بالاضافة او الالكاين. وتيجي بتسمي المراكبة الاخير بتسميه الكان لانه هتحول المشبع بقى الكان. اعتقد الباقي سهل. عند تكسير حلال حافزة هيبقى جيم. اربعة وعشرين ايه مما يأتي يمكن ان نحصل منه على الايسان في خطوة واحدة بروبانوات سوديوم. لان احنا قلنا التقطير الجاف بيديني ايه? الكان على طول خطوة واحدة. طيب بيأثر السلسلة زارة كربون اه بروبانوات تدي ايسان ايسانوات تدي ميسان. بيوتانوات تدي بروبان. عدد مولات هيدروكسيد اعتقد الاسئلة الباب التانية سهلة. هم? حد عنده سؤال يا جماعة? السئلة القديمة دي محلول قبل كده خمسين مرة. حد عنده سؤال قديم? هم? امسح? ها? امسح عبد الرحمن? حد عايز الكلام ده يا حواء? نصلى. نصلى على النبي عبد الحميد والله يرضى عليك. الهايدروكربونات? الايه? الحلقية. يعني ايه يعمل حج هيدروكربونات حلقية? يعني واخده شكل حلقي. واخده شكل ايه? يعني زرارات الكربون فيها واخده شكل الحلقة. بنقسمها القسمين حلقية مشبعة اللي هي الاليفاتية. وحلقية غير مشبعة. اللي هي الاروماتية. فلما اقول لك المشبعة دي اللي هي الاليفاتية. يعني دهنية. غير مشبعة يعني ايه? اروماتية او بنقول علاها عطرية. طيب. احنا بنسمي دي الكانات حلقية. الكانات ايه? الهايدروكربون الحلقي. المشبع اسمه ايه? الكان حلقي. طب كلمة الكان يبقى كل الروابط احدية. مشبعة تبقى كل الروابط احدية من نوع سجمة القوية صعبة الكسر. طيب عشان نعمل شكل حلقي. اقل حاجة عندي لازم يبقى عندي ثلاث زرات كربون. طب ادي ثلاث زرات كربون سي. ادي ادي. ها? اتش 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 اتش. طيب. كم سي هنا يا جماعة? واحد اتنين تلاتة يبقى سي سري. كم اتش? ستة يبقى سي سري اتش سكس. اسمه برو بان. بس يا مستر ده مش برو بان عادي. ده برو بان ايه? لما اقول لك اسمي البروبان اسمي الالكان الحلقي ازاي? هتقول لي هنضيف كلمة حلقي الى اسم الالكان. برو بان حلقي بيوتان حلقي بنتان حلقي. طب احنا اختصارا عشان نريح دماغنا بنعمل الشكل بتاعه كده. والشكل ده يعني ايه? يعني زرات كربون هنا كربون هنا كربون هنا كل رسم مثلث من دول زرات كربون على اتنين اتش. يبقى الشكل ده كده المثلث ده معناه ايه? سي سري اتش سكس يعني برو بان حلقي. او ليه اسمي تاني سايكرو سايكرو برو بان. كلمة سايكرو يعني حلقي اصلا. طيب الصغة العامة ايه? مش ان بتلاتة اتش. بستة? طيب يبقى سي ان اتش كام ان? اتنين ان بس. سي ان اتش ايه? اتنين. ده الصغة العامة بتاعة الال كانات الال كانات الحلقي. طيب لو انا جيت رسمت مربع. ها? وبقول لك اكتب اسمه في الامتحان هتقول لي مربع? لا طبعا. اولا هنا سي 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 كام سي? اربعة. يبقى سي فور. اتش ايت. اسمه بيوتان مش اربعة يعني بيوتان. بس نحط كلمة ايه? حلقي او سايكرو بيوتان. لو انت ركزت هتلاقي هنا الزاوية ستين الزاوية هنا تسعين صح? طيب البروبان الحلقي اكثر نشاطا ولا البروبان المستقيم? اللي هو البروبان العادي. قال للبروبان الحلقي اكثر نشاطا من البروبان المستقيم. ايش معنى? عشان الزاوية هنا صغيرة ما بين الرابط وبعضها. الزاوية نفسها ايه? صغيرة. فلما تبقى الزاوية صغيرة بيبقى التداخل بين الاربيتالات ضعيف. مش وقدر احيطها في التداخل. فلما يبقى التداخل ضعيف تبقى سهلة الايه? الكسر. فلما اقول لك للبروبان الحلقي. انشط من البروبان المستقيم. تقول لي صغر الزوايا بين الروابط فيه. مما يؤدي الى ايه? تداخل ضعيف بين القرب تلاتة. وسهولة كسر الروابط. طيب. لو انا بعمل شكل محترم زي ده كده. كم سي هنا? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. يبقى بنتان. بنتان يا جماعة الله حلقي. او سايكلو بنتان. سي خمسة اتشي كام? اتشي كام عشر. سؤال في الامتحان بيقولك تتفق الالكانات الحلقية مع الالقينات. في نقاط الصغة العامة. في الايه? طيب تتفق الالكينات مع الالكانات الحلقية. في نقاط ونقاط ونقاط. ها? اولا هتقول لي الصغة العامة متفقة هنا وهنا. اتنين دي ايه? اليفتي. مش ارومتي. تمام? وكلمة اليفتي قلنا يعني دهنية يعني فيها نسبة هيدروجين ايه? عالية. تتتفق في حاجة تانية? ها? يا راجل ده دي مشبعة تانية غير مشبعة. ها? الالكينات والالكانات الحلقية. تتفق في ايه? اما هي فيها نسبة كربون بالنسبة لهيدروجين قليلة. يعني ايه? فيها نسبة لهيدروجين اعلى. يعني سين اتش اتنين ان. هي الاروماتية هتختلف. اه الاروماتية هتختلف عندي في ايه? في ان انت عندك الاروماتية بيبقى فيها نسبة كربون اعلى. عشان كده احتراقها دايما بيبقى مدخن. بيديك لها بمدخن. يعني بيطلع دخان اسود او بنقول عليه هباب. تمام? لان مثلا ما قولك اول حاجة في غير مشبعة هنا الاروماتية. تمام? طيب السؤال هنا. تتفق اه تختلف. تختلف المش الالكنات الحلقية مع الالكينات او عن الالكينات في كل مما يأتي عادة. ده السؤال الشاع. تتفق? تختلف? في كل اللي جيدة. عادة حاجة واحدة الصغة العامة. عادة حاجة واحدة ليال ايه? لما قولك تختلف مثلا في الخواص اه. تختلف في مثلا التشبع اه. تختلف اه مش عارف الكتلة مش عارف التفاعلات كزا. طيب لو اتفقت هتتفق في ايه? لو انا عندي جزئين الكين والكان حلقي. اتفقوا في الصغة العامة اه. طيب لو تساوى عدد زرات الكربون في في الالكين والالكان الحلقي يتساوى في الايه? في الكتلة المولية. صح ولا لا? ما هو لما قولك مثلا سي خمسة يتش عشرة. اقدر اقول ده بيوت اه بنتين? لا. قدر اقول بنتان حلقي لا. الصغة البنائية اللي تحدد. عشان كده لما قولك في الامتحان الصغة العامة للالكين والالكان الحلقي لا تبين نوع المركب. ليه? لان الصغة العامة لهم واحدة. فممكن يبقى المركب بنتان حلقي او بنتين. فلازم نعرف الشكل البنائي بتاعه. يعني باختصار يا جماعة الصغة العامة هنا. ها? بعرف منها عدد بنوع الزرات بس. ممكن تعبر عن بنتين بنتان حلقي. بيوتين بيوتان الكان حلقي او الكين. لكن في الالكين والالكان الحلقي لازم اعرف صغة بنائية شكلها ايه عشان اقدر احدد الايه المركب. طيب لما اقول لي سيادتك. عندي مركب زي ده. هنا كمسي? كمسي يا جماعة? يبقى هيكسان. هيكسان وتسكت? صغته يلا سيكسان. ستة ايتش كان. يا مصر ده ده كان هكسين ما احنا قلنا بقى. الهكسين والهكسان الحلقي نفس الصغة الجزائية بس مختلفين في الصغة لايه? يعني معنى كده ان الالكينات والالكانات الحلقية ايزوميرات. ها? الالكينات والالكانات الحلقية تعتبر ايه? ايزوميرات. لما ولكن تتتفق في ايه? في الصغة العامة في الصغة الجزائية. لايه? في حالة بتساوى عدد زرات الكربون. في في الايه? في عدد زرات الكربون في عدد زرات الحيدروجين في الحاجات دي كلها. طيب مستر لما اقول لسيادتك انا عندي مركب زي ده. وبقول لك سميه لي. هو في هنا كلور صح? في هنا ايه جماعة? يبقى اسمه كلورو? طب ست زرات كربون يبقى هيكسان حلقين. كلورو هيكسان ايه? حلقي. طيب الزاوية هنا كانت كام? ستين. الزاوية هنا كام? الزاوية هنا بتقترب من مية وتسعة ونص. صح? الزاوية هنا بتقترب من مية وتسعة ونص. درجة. فلما اقول لسيادتك هنا الزاوية هنا كبيرة عن هنا صح? ايهما اكثر نشاطا الحلقي الصغير. يعني البروبان الحلقي والبنتان الحلقي اكثر نشاطا من دول. لان الزاوية سغيرة فتدخل بيبقى ضعيف. طيب البنتان الحلقي والاجسان الحلقي مستقران او سابتان. شمعنا عشان الزاوية فيهم بتقرب من مية وتسعة ونص زي الالكان العادي. زي الالكان اللي ايه? العادي. يعني زي الالكان العادي. الالكانات العادية لما قلنا هنا الحصة اللي قبل اول حصة في العضوية قلنا ايه? لو انا عندي الكان عادي بالمنظر دا يا عام رمضان اهو. نوع تهجين في هنا. الزاوية مية وتسعة ونص. لما قلنا الشكل الفراغي. ها? مش دعوا بيبقى بالشكل الهندسي ده? هي شكل فراغي. طيب تبقى الزاوية كام? مية وتسعة ونص بين القرب تلاتة. طيب هنا الزاوية مية وكام وتسعة ونص. يعني هنا بتقرب من هنا اه. عشان كده بنقول ان الالكان الهكسان العادي. الهكسان الحلقي. والبنتان الحلقي مستقرا او سابتا. ليه? لان الزاوية فيهم بتوصل لمية وتسعة ونص يعني بتقرب من الالكان العادي. صعب الكلام ده? خلصت الالكانات الحلقية? اه خلصت. سؤال في الامتحان عدد الزرات. في ابسط. الكان حلقي. واحد حمار بيقول لي تلاتة. هو ابسط الكان حلقي. في كم سي? في تلاتة صح? يعني سي تلاتة? اتش ستة. هو يا عم عبد الحميد هنا حدد. زرات ايه? هو حدد زرات كربون? حدد زرات هيدروجين? عايز كله. طيب تلاتة وستة كام? تسعة. اه صعب الكلام ده? طيب مستر يعني ايه غير مشابعة. يعني هيدروكاربونات? اروماتية. طب اروماتية? غير مشابعة. يعني فيها روابط باي. طب روابط باي تعالوا نشوف كده اول فردة عندنا في العيلة اسمه بنزين عطري. الشكل بتاقعه بيبقى كده. طيب عشان اقول هنا اتش? هنا اتش? هنا اتش? هنا اتش? هنا اتش? هنا اتش? اه? يلا كده معي? كده في اصول? لا. في قلة ادف في الموضوع. شمعنا عشان دي تلات روابط دي تلات روابط فاحنا بنحط هنا ربطة سنائية. احدية. سنائية احدية. سنائية احدية. يبقى خلي بقى لك الربطة السنائية بتتبادل مع الاحدية. يعني واحدة سنائية واحدة احدية. واحدة سنائية واحدة 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 واحدة. معنى كده ان المركب ده في رابطة باي رابطة باي رابطة باي. وطالما في روابط باي يبقى ايه? غير مشابعة. يبقى ايه يا جماعة? غير مشابعة. طب ده اسمه بنزين عطري. مستر هو هو بنزين العربيات? لا. البنزين العطل C6H6. ده بيشتق من حاجة اسمه راتنجات. او منتجات طبيعية. لكن البنزين العادي بتاع العربيات اسمه جازولين. والجازولين ده عبارة عن ايه? هيدروكربون اليفات اللي هو اوكتان عادي مضاف له بعض المواد التامية. طيب. هل الشكل ده وصلوا له كده بالصدفة? وصلوا له كده بسهولة في يوم وليلة? لا في عالم اسمه كيكولي. كيكولي ده قاعد سنين طويلة. يدرس في الكلام ده. عشان يوصل للشكل ده. ضيع سنوات عشان يوصل للشكل السوداسي للبنزين العطري. باختصار بنرسم الشكل ده كده. عشان نريح دماغنا من الشكل. ده اسمه صيغة بنائية برضو. فينا الرابط الرابط باي رابطة هنا مسلا رابطة صنائية اوحدية صنائية اوحدية. يعني يا مستر الشكل ده. هو هو الشكل ده? آه. كل رسم ندول ايية? عالها اتش. c على اتش. c على اتش. c على ه تش. c على اتش. هي مش كانت في الاركنانات الحلقية. مع عشان كان مشاب takeнять ما كانش فيه روابط قولنا كل رابطة باي بتنقص اتنين اتش. بتنقص من اتش وبين اتش. بقى واحدة واحدة. طيب الروابط دي لقى الواتف بتلف كده. كده يعني ايه بتلف? يعني ايه الروابط بتلف? ما هي الروابط دي يا جماعة عبارة عن زوج من الالكترونات. ده زوج من الالكترونات. ده زوج من الالكترونات. لما اقول السيادتك الالكترونات دي مش سبتة. يعني ايه مش سبتة? يعني صيعة بتلف. مرة تلاقيهم هنا. مرة تلاقيهم هنا. مرة تلاقيهم هنا. مرة تلاقيهم هنا. عملين ايه? بيلفه. ظاهرة اسمها ظاهرة ارجح. او رانين او حاجة اسمها يعني عدم تمركز الالكترونات الستة عند الثرارات كربون معينة. عشان كده بنطلق عليه بنعمله بالمنزر ده كده. وده اللي احنا هنمشي بيه دايما. حلقة. يعني ايه الدايرة دي يا مستر? الدايرة دي بتدل على ايه? الدايرة دي بتدل على عدم تمركز الالكترونات الستة بتاعت التلت روابط عند الزرارات كربون معينة. عدم ها تمركز الالكترونات الستة عند الزرارات كربون ايه? اللي هي ظاهرة ارجح او رانين او بنوع لها ريز ونصف. طيب كيكولي بسبب الاسباب دي او بسبب الحاجات دي ما قدرش يوصل للشكل ده بسهولة. فلما قولك الامتحان توصل كيكولي بعد سنوات طويلة. للشكل السوداسي لحلقة البنزين. استغرق منه الموضوع ده سنوات طويلة. هتقول لي ليه? اولا لان البنزين محير. محير في ايه? اولا البنزين لما يجي يفعله طبعا في الالكينات اللي هي المشبعة بتتفاعل بالاستبدال. الالكينات والالكينات اللي هي غير مشبعة تتفاعل بالاضافة. يجي حط البنزين يجرب عليه تفاعل اضافة يلاقيه شغال. يبقى انت غير مشبع. يجرب عليه تفاعل الاستبدال يلاقيه شغال. الله انت ايه يا عم فيهم? تقال لك ان البنزين بيتفاعل بالاضافة وبالاستبدال. بيتفاعل بالاضافة وبالايه? وبالاستبدال. ان كان بيفضل الاستبدال بس هو بيتفعي بالاتنين. طيب ايبه ده سبب من ضمن الاسباب. السبب التاني ظاهرة الرانين او التأرجح ان الالكترونات دي مش سابتة في مكان معين. مش سابتة يعني عايز يقول ان فيه روابط سنائية هي فين? يجي بص هنا لقات حركت. معاي? السبب التالت ان طول الروابط في البنزين مش احنا عندنا احدية سنائية احدية سنائية طول الروابط في البنزين وسط ما بين الاحدية والسنائية. طول الروابط وسط ما بين يا جماعة? الاحدية والسنائية. فلما قول سيادتك استغرق التوصل الى الشكل السداسي لي حلقت البنزين سنوات طويلة من عمينة كيكولي هتقول ليه? اولا اللي ان البنزين بيدفعل بالاضافة الاستبدال. اتنين البنزين طول الروابط اللي فيه وسط ما بين الاحدية والسنائية. ثالثا عدم تمركز الالكترونات الستة عند زرات كربون معينة يعني زرات ارجح اقول ايه? طب احنا لما نمشي في المنهج بتاعنا ونتكلم عن بنزين بقى بصفة عامة وتفاعلات وتحضير وكلام من ده هنمشي بالشكل ده. الشكل ده معنى ايه? معنى ده. معنى ده. يبقى ده او ده او ده بنزين عطري. بنزين ايه? طيب. اديني مثال تاني. لما اقول لسيادتك حلقة زي دي كده. بنزين عطري. طيب حلقتين لازقين في بعض كده. ما تقوليش اتنين بنزين عطري. لأ هو نفس مركب واحد برضو. مركب واحد برضو. عبارة عن ايه? بص كده معايا. عبارة عن سي. 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 كده. هنا ايش. 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 ها? الشكل ده يضح يا جماعة. هنا ايش. في رابطة بص كده معايا الله يرضى عليك. هنا رابطة سنائية مشتركة. ها? طيب ليه في كده يا الله? سنائية وحدية سنائية. ها? سنائية وحدية سنائية. سنائية وحدية سنائية. طيب ليه في كده يا الله? سنائية وحدية سنائية. ها? سنائية وحدية سنائية. ها? يبقى الشكل ده هو ده? اه. كم رابطة باي في المركب هنا? باي. باي. باي باي باي. كم باي? اي حد هتشوف هم هيقول لي يا مستر تلاتة وتلاتة ستة. هو مش في واحدة مشتركة في النص. صح يا جماعة? يبقى هنا ستة خمسة باي. يعني لو انا عايزة احاول المركب مشبع هدلو ايه? خمسة ايه تشتو. طب المركب ده اسمه ايه? اسمه نفسة ليه. اسمه ايه? طب حد يقول لي الصيغة الجزائية اللي بتاعته? ها? ايش معنى? عد كده عندك هتلاقيهم تمانية عد السيهات هتلاقيهم عشرة. فين? اولا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشرة. عد الاتشات مش هم عشرة سي? وفي اتنين سي في النص معلهمش اتشات. يبقى انا تقصنا اتنين اتش? يبقى سي عشرة اتش تمانية. او عد الاتشات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. طب وانا كل مستر مجي اعمل مركب. هقعد اعمل الرسم بتاعته دي انا ما عارفش عاملها. هقول لك بطالية سهلة جدا. مش ده كده مشترك? صح? يبقى كربونات بس. طب ده اتش 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 كده كم اتش? وكم اتش? اربعة اربعة واربعة تمانية. طب ايه? السيهات. عشرة. ها? كم مول هايدروجين? خمسة مول هايدروجين? لازمين لتحول المشبع. ليه? عشان في خمسة باوية. طب الناس اللي فهمها هتقول للمركب ده كده. المركب ده اسمه انسراسين. يلا الصغة الجزائية ايه? صغير جزائية ايه? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر يبقى سيه اربعتاشر اتش اتش واحد اتنين تلاتة اربعة مفيش خمسة ست مفيش سبعة تمانية تسعة عشر. ها? صعب دي? طيب كم ربطباي? سبعة باي ايش معنا? هنا واحد مشتركة هون? سنائية او حدية سنائي. سنائية و حدية سنائي. سنائية سنائي. ها؟ سنائي او حدية. كمل كده يلا؟ ا Jeez. كم رابطة باي ما هي بقى انت لما تيجي تمشي كده سنائية وحدية سنائية اهو ده كله على بعض مركب واحد مستر بقى كده عندي سبعة باي صح طيب ما اقولك بطاريا اسهل هو كم كربونة في البنزين العطري في البنزين العطري يا بقر ستة على الاتنين تلاتة باي كم كربونة في النفسالين عشرة على الاتنين خمسة باي كم كربونة هنا على الاتنين يبقى عدد الروابط باي ويساوي ايه نص عدد زرات الكربون نص عدد زرات ايه الكربون ان على كم على اتنين طيب شق الارايل وما حدش يقولي الله يرضى عليكم اريل اسمه ايه ارايل اسمه ايه ارايل شق الارايل ابن عم شق الالكايل حد فكر شق الالكايل ولا حد فكر حاجة يا رب شق الالكايل يا بقر اللي هو الكايل راديكال ار كان عبارة عن الكان اهو ها منزوع منه اتش لما قلنا هنا سي اتش فور مسلا ده الميسان اصلي منه اتش يلا كده بقى سي اتش سري بقى سي ايه سي اتش سري طب ده كان ميسان كان ايه بقى ميسايل صح طيب الكان الكايل ميسان ميسايل ايسان ايسايل بروبان بروبيل بيوتان بيوتايل طب هنا بقى قلي عبارة عن هايدروكاربون اروماتي منزوع منه اتش بمعنى لو انا جبت البنزين العطري البنزين الايه العطري اهو البنزين العطري سي سكس اتش سكس مش ده اسمه بنزين يا جماعة يلا نقص لي منه اتش كده نقصنا اتش هيتحول لايه بص معايا حلقة البنزينة زي ما هي بس نقصها اتش ايه فزي ما كنت بعمل رابطة هنا هعمل رابطة فوق كده الربطة دي كده معناها ايه عم صالح معناها ان في اتش ايه نقصة هنا معايا ولا لا طب ده كده كان اسمه بنزين بقى ده اسمه فينايل اللي هو بي اتش فينايل اللي هو سي سكس اتش فاي ده اللي احنا خدناه قبل كده وكنا بنسميه دايما فينايل ها فلما اقول لك الفينال ده اصله ايه اللي هو شقة ارايل ها عايدو كاربون اروماتي ها ومنزوع منه ايه اتش ايه طيب انا عندي مركب كده مشهور بالمنزر ده كده مركب اروماتي مشهور جدا كده اسمه ايه حد يعرف ده اسمه ايه يلا اتنين مش اتنين بقى اسمه سنائل فينايل سنائل ايه الفنايل طب هيبقى فيه كاميرا بطا باي ستة باي شمعنا عشان كل حلقة منفصلة عن التانية صح؟ يبقى هنا هيبقى في ستة باي يعني يحتاج كم مول هيدروجين عشان نتحاول المشبع الصغة الجزائية سي كام اتش كام اش معنى عشان سي سكس اتش فايف ستة وستة اتناشر خمسة وخمسة ايه عشر سؤال الفين واثناشر قال لهم كده نصا سنائل فينايل والنفسالين من المركبات الهيدروكربونية الاروماتية الهيدروكربونية الايه؟ او من الهيدروكربونات الايه؟ الاروماتية اكتب الصيغة البنائية لكل منهما قادل بنائية للنفسالين قادل بنائية لسنائل فينايل به. هل يعتبر ايزوميران ام لا? لا ليه? عشان ده فيه ستة في اتنشر سي ده في كم سي يبقى الاختلافهم في الصيغة الجزائية. السؤال من عندنا احنا كم عدد مولات الهايدروجين اللازمة لتحويل مول من كل منهما الى مركب مشبع. هنا في سبعة خمسة باي يحتاج خمسة مول. هنا في ستة باي يحتاج ستة مول هيدروجين. صعب الكلام ده جماعة? يبقى احنا خدنا في الصبورة دي ايه المشبعة? اسمها ال كائنات حلقية وامثلتها. الغير مشبعة اللي هي الاروماتية اللي هي بنقول علىها زي البنزين الايه? العطري. احنا هندرس تفصليا بقى بالتحضير بالتفاعلات بالكلام ده كله بالتسمية البنزين العطري. اما الحاجات دي انا مديها لك ليه? دي امثلة عندك في الكتاب للعلم. هتسئل فيها او هتسئل فيها? معنا اخوانا امسح? مشتقات البنزين. او المشتقات الاروماتية. يلا يا طه. صلى عندي. تسمية مشتقات البنزين محتاج الاول اعرف واحد. لو البنزين عندي احادي الاحلال. ماشي. اتنين لو البنزين سناء الاحلال. يعني ايه? يعني فيه اتنين اتش. اه قصدي فيه اتنين اتش خرج ودخل مكانهم فرعين جدال. لو البنزين سلاسي الاحلال. او اكثر. مستر معلش يعني ايه سناء الاحلال? ويعني ايه? احادي الاحلال? ويعني ايه? سلاسي الاحلال. لما اقول سيادة كان عندي بنزين كده. شلت منه اتشايا اهي? بقى في نايل. حطيت مكانها سي ال. كده انا استبدلت اتش بسي ال. صح? او استبدلت ايه? سي ال باتش. هنا. حطيت بي ار. يبقى انا استبدلت خدت اتش ودخلت بي ار. فاسمه احلال او استبدال. احادي الاستبدال او احادي الاحلال. طب لو انا عندي ده كده. شلت اتش وحطيت سي اتش سري احادي طول ما عليه فرق حالة بنزين على فرع واحد يبقى اسمه احادي الاحلال. طب بنسميه ازاي? طريقة سهلة جدا. هو مش الفرع ده احنا اخدنا له تسمية ابل كده اسمها كولورو. وده اسمه برومو. وده اسمه ميسايل. يبقى ده اسمه كلورو بنزين. كلورو ايه? ده اسمه برومو بنزين. ده اسمه يلا ميسايل ها بنزين. وبنقول عليه احيانا طولوين. ها صعب الكلام ده? اعتقد ده ما فيهوش جديد. ميسايل بنزين ايسايل بنزين عفريطايل بنزين. اه اه كلورو بنزين برومو بنزين نايترو بنزين. طب لو البنزين سناء الاحلال. يعني ايه سناء الاحلال? يعني عندك حلقة بنزين اهي? بالمنظر ده. وهنا مجموعة ايه مثلا دخلت? زي زارة كلور. ميسايل. طيب. وبعد كده جي يدخل عليها حاجة تانية. يعني حلقة البنزين دخل عليها مجموعتين. دخل عليها فرعين جداد. استبدلناهم بيتشات. طيب. لما اقول لك دخل فرعين جداد. واحد هنا وبعد كده التاني جاي يدخل. هل الفرع الجديد هيخش في اي زرة كده? عند اي زرة? بمزاجه? لا طبعا. اللي بيحدد الليلة دي هو المجموعة دي. المجموعة دي اسمها المجموعة الموجهة. اسمها لايه يا جماعة? وكلمة مجموعة موجهة يعني هي اللي هتوجه الاحلال. هي اللي هتقول للزرة اللي جاية هتدخلي فين? عشان كده سيادتك بنقسم السلسلة كده. اللي قصد حلقة البنزين كده. كده. اجزاء كده. طب لما نجي نسمي. لما نجي نرقم. دي واحد. زرة الكربون الاولى اللي عليها المجموعة الموجهة دي اسمها ايه? ها? اسمها الزرة الاولى الموجهة اهي واحد. دي ها? اتنين. دي تلاتة. دي اربعة. دي خمسة. دي ستة. تمام كده? طيب. انا لسه قلت حاجة. لو انت عندك مجموعة موجهة كريمة. يعني ستة كده هتوجه لهنا وهنا وهنا. طب الوضع ده اسمه ايه? اسمه ارسو. الوضع ده ارسو. اتنين وستة اسمهم كده. الوضع اسمه ارسو. فلما قولك ارسو تبقى عارف ان هي ايه? يا اتنين يا ستة. معناها رقم. اربعة بارة. يبقى بارة معناها رقم اربعة. طيب الوضع تلاتة وخمسة اسمه ميتة. اسمه ايه? ميتة. صعب الكلام ده? طب ما تيجي نشوف كده على اي اساس المجموع الموجهة هتوجه لقرسو بارة ولا هتوجه لميتة بس. على حسب نوعها ايه? يعني مثلا لما اقول السيادتك. انا عندي فرق اه مركب زي ده كده عليه فرق نايترو. النايترو دي مجموعة موجهة الوضع ميتة بس. المركب ده كده اسمه نايترو بنزين. اسمه نايترو ايه? نايترو بنزين. طب لما اجي اعمله هالجانة بالكلور بنقول عليها احيانا كالورة. لما نجي نعمله هالجانة بالكلور او كالورة هنحط له كلور. المجموعة النايترو دي مجموعة موجهة. المجموعة الموجهة دي هتروح فين? هتودي فين? هتودي في الوضع ده وده بس. مجموعة النايترو عبدالرحمن بتوجه لميتة بس. يعني ايه ميتة بس؟ يعني تقولي الكلور يا تقعد هنا يا هنا. بس. فتقوم جاية الكلور دخلة اهي غصبا عنها في الوضع ميتة. ادي النايترو. ادي السي ال. طب الاتش اللي خرجت من هنا ارتبطت مع السي ال اللي هنا بقت ايتش سي ال. طب ده كده. مش دي المجموعة الموجهة اللي هي نيترو بنزين? المجموعة الموجهة اللي هي نيترو اهي? بقى المركة باسمه نيترو بنزين. طيب نيترو بنزين وكلور هنا في الوضع ايه ميتة يبقى اسمه ميتة ها? كولورو نيترو بنزين. تاني كده? ميتة كلورو نيترو ايه? بنزين. ميتة كلورو نيترو بنزين. طب مستر اش معنى طلع لهنا ميتة كلورو نيترو بنزين عشان مجموعة النايترو بتوجه للوضع ميتة بس. بتوجه الوضع ايه? يعني لو سيادتك انا مديك معادلة زي دي او مديك نيترو بنزين كده لك. عندها الجانت او كالوارة النايترو بنزين. يعنطج. ميتة كلورو نيترو بنزين. ارث человека بنزين بارك لورو نيترو بنزين جميع ما سبق. ميتة كلورو. لان اللي estaban بتواجه الوضع ايه? ميتة بس. تمام? طيب لو انا عندي مجموعة زي مجموعة الميسايل او الهايدوكسايل او الهالوجين اهي المركب ده كده اسمه طولوين اسمه ايه يا جماعة يلا طولوين جيت عملت له عملية هالجانا يعني كالورا حطيت حديد عامل حفاز ايه اللي هيحصل مجموعة الميسايل ده اللي هي شق الالكايل بتوجه للوضعا قرسه ولوضع بارة بتوجه الوضع ايه ارس ويه وبارة لكن ما بتوجهش الميتة يبقى الميسايل هنا ما تقدرش تودي الكلور لا هنا ولا هنا هتودي هنا وهنا وهنا بس تيبه هنا 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 لكن هنا لا. الحتى هنا لأ. عشان كده هينا بمركب هنا كده اهو ادل ميسايل وهنا الكلور ادل ميسايل والكلور في الوضع عبارة سيل زائد اتنين اتشي سيل يا مستر ده كده داخل اتنين طلوين بنحط هنا اتنين كلور اتنين طلوين طب المركب ده كده اسمه ايه المركب ده ميسايل بنزين اللي هو طلوين صح والكلور هنا في الوضع ارثو يبقى اسمه ارثو كلورو طلوين ارثو كلورو ايه طلوين ارثو يعني الوضع ايه يا جماعة اتنين اوستة طب السيل اللي هنا في الوضع عبارة يبقى اسمه بارا كلورو طلوين يبقى عند هالجانة الطلوين ينتج مركبين أرسو كلورو طلوين وبارا كلورو طلوين مش معنى عشان الميسايل بتوجه للوضع أرسو والوضع بارا طب عند هالجانة النيترو بنزين ينتج مركب واحد اللي هو ميتا كلورو نيترو بنزين عشان مجموعة النيترو بتوجه الوضع ايه ميتا طب السؤال أنا هعرف منين هعرف منين إن المجموعة دي بتوجه لكده والمجموعة دي بتوجه لكده قال لك بص يا متعلم المجموعات الموجهة المجموعات الايه نوعين مجموعات بتوجه للوضع ميتة مجموعات بتوجه للوضعين قرس وبارا طيب معلش كده ننكس شوية يعني ايه وضعين او ميتة يعني 3 او 5 يعني ايه وضعين ارس وبارا يعني 2 ا4 ا6 يبقى المجموعات اللي بتوجه للوضع ميتة يعني توجه الوضع 3 و5 حاجة المجموعات اللي بتوجه للوضعين قرس وبارا يعني بتوجه الوضع رقم 2 و4 و6 انا عندي الامثلة بتاعت الميتاميدرو اللي هي النوتو دي اشهر حاجة عندكم وعند حاجة اسمها كاربوكسايل سي او او اتش وعند حاجة اسمها فورمايل وعند حاجة اسمها كاربونيل وهكذا طب اللي بيوجه الوضع ارس وبارة عند الالكايل ار عند الهالوجين اكس فولور كولور بروميود عندي حاجة اسمها هايدروكسايل عندك في الكتاب كتاب تعمل لك جدول في المجموعات دي يعني لو ما كان النايترو هنا مجموعة كاربوكسايل ما كان النايترو هنا مجموعة ايه كاربوكسايل الكلور دي هتروح فين ميتة برضو طب لو ما كان النايترو مجموعة فولور كولور بروم هالوجين مثلا يعني يبقى توجه لايه ارس وبارة فيهمنا يا جماعة الاساس ايه ها طيب لو انا بقول لك سم المركب ده اهو ده كده بي ار سي ال بارا كلورو برومو بنزي بارا كلورو برومو ايه طيب سؤال تاني انا بقول لك كده ان اوتو سمي كده يلا ايه من اللي بيقول ما تنفعش ليه لا هو ايه اللي هيوجه البروم هتوجه للوضع مش البروم ده هالوجين والهالوجين بيوجه لايه ارس وبارا طب مش النايترو كده في الوضع بارا يبقى في الحالة دي نقول ايه بارا نايترو بارا ايه برومو بنزين طيب واحد اقول لها مستر اش معنى البروم هي اللي دخلت الاول انت هنا اعتبرت ان البروم دخلت الاول مش النايترو اللي دخلت الاول انها اعرف منين يعني على سبيل المثال مثال زي ده كده اهو مركب زي ده كده اقول لك هنا انه اوتو وهنا سي ال اي التفاعلين حدث اولا هالجنة ولا نيطرة يعني بالبلد اي المجموعتين دخل اولا مجموعة النايترو ولا زارة الهالوجين اش معنى عشان هي اللي فوق لا مبدأي ان المركب ده ملاكش دعوة بشكله لو انت عملته كده ما هي هي ها عشان اعرف ايه اللي دخلت الاول لازم سيادتك تبقى فاهم الكلام ده طب اعتبر مثلا مثلا اعتبر ان الكولور هو اللي دخل الاول شوف الكلام ده هيمشي معا او لا لا يلا رقم الكلور كده واحد اتنين ثلاثة مش الكلور ده هالوجين الهالوجين يوجه الاتنين اربعة ستة هال الهالوجين موجه الناترو الاتنين او اوربعة او استة طه ها يبقى ماينفعش الكلور يبقى لي هذه اللح Marine لان لو القولور لدخل الاول الي وفاق هيعمل ايه هيدخل هنا او هنا او هنا حال هو مدخل هنا او هنا لا يبقى ده فركش صح نعم جايين راجعين للنايترو نبص على النايترو هنشوف النايترو هو اللي دخل اول او لا اعتبروا واحد يلا كمل كده اتنين تلاتة طب النايترو بيوجه الوضع تلاتة اه يبقى النايترو اللي دخل الاول يبقى في المركب ده كده حدث نيترة ثم هلجنة اقولها تاني تاني لما يديك مجموعتين ويقولك اي التفاعلين حدث اولا على حسب الكلام ده تقدر تحدد ازاي انت عندك دلوقتي نيتر وعندك كلور النايترو بتوجه الوضع ميتة الوضع ايه يعني وضع ميتة يعني ثلاثة او خمسة طب تعال نشوف النايترو اعتبرها رقم واحد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة طب النايترو موجه الكلور للوضع تلاتة اه يبقى صح ها يبقى هي اللي دخلت الاول طيب لو احنا عكسنا اقولنا الكلور بقت الكلور رقم واحد اتنين تلاتة يعني الكلور وجهت النايترو لتلاتة هل الكلور بتوجه لتلاتة يبقى الكلور لا ما تدخلش الاول ها طيب تعالوا نشوف هنا كده يلا بالمنظر ده نطبق الكلام اللي احنا قلناه هنا نايترو هنا ايه لو انا اعتبرت النايترو الاول واحد اتنين تلاتة اربعة هل النايترو بتوجه للوضع رقم اربعة هل النايترو بتوجه الوضع عبارة اللي هو اتزارة الكربون رقم اربعة يا جماعة لا توجه لمية بس يعني لو 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 البروم هنا او هنا اقول النايترو الاول ها طيب لو انا قلت انسى دي خالص ها وقول دي الاول يبقى واحد اتنين تلاتة اربعة البروم هالوجين والهالوجين بيوجه الاتنين اربعة ستة صح؟ طيب مع اقول الهالوجين ووجه الاربعة يبقى البروم اولا مش النايترو يبقى هنا حدث هالجانه ثم نايترا ها صعب الكلام ده يا جماعة ها طيب مستر ادي بنزين ها هنا سي ال هنا سي ال هنا نايترو هنا مركب تانى هنا بي ار هنا انو ها طو و هنا سي ال يلا اين اللي حصل تعالوا باشوف كده يلا اولا عشان عشان نقول سلاسي الاحلال لازم ترقم لازم ايه هنرقم منين مستر استنى عندك بقى وانا بسمي كلوروهجسان حلقي واحد قال لي هنرقم منين صح مردتش عليه طيب تعالوا نشوف هنا كده عشان نرقم فاكرين الترقيم في العلقانات كنا بنقول بنرقم من الطرف الاقرب للتفرع من الطرف في السلسلة الاقرب ليه للفرع طب هو انا هنا عندي اطراف ها جبت عبد الحميد قلت له اه بعقبه فدخلت وقضى مدورة وقلت له عدلك في ركن فيها هيلاقي ركن ها هنا نفس الفكرة بقول لك ابدأ من طرف هو فين الاطراف بدعتها اصلا ملهاش اطراف صح فهتطر اعمل ايه هنفض للطرف يعني هنفض للفرع اول حاجة كنا بنقم على اساسها بعد كده بص على الزحمة طب فين الزحمة هنا هنا ولا هنا الزحمة تحت يبدأ يبقى نبدأ بتاحت معنا نبدأ بيه حواق تحت يبقى واحد نلف كده ولا كده مش ايوباك بيحب الزحمة ايوباك بيحب ليه الزحمة يبقى نخش في الزحمة اوعى تلف كده عشان انت كده هتمشي في الفاضي ها يبقى نبدأ من اول الزحمة ونلف كده ناخد الزحمة كلها معانا واحد اتنين تلاتة اربعة هنسمي ازاي الله نبدأ عادي جدا كأننا بنسمي مركب عادي ابجادي اربعة برومو اربعة ايه برومو عشان البروم على زال الربعة اتنين كولورو اتنين ايه ايه كمان واحد نيترو بنزين واحد نيترو ايه جبت حاجة من بيتنا طب يلا حد يسمي هنا هنبدأ من اول الزحمة فين الزحمة اهي نلف كده ولا كده كده ليه عشان الزحمة يبقى واحد تنين تلاتة اربعة واحد واثنين سناء كولورو صح ولا ايه اربعة نيترو بنزين طيب اللي بيفهم هنا ميسايل هنا نيترو هنا نيترو يلا مستر السن عندك ده كده مفيش زحمة مش احنا في البنزين بنبص على الزحمة اول حاجة عشان مفيش اطراف طب هنا ايه دي انه قوتو زحمة مفيش زحمة كلها زي بعضها يبقى مبص على الابجة دي الابجة دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة يلا واحد نيسايل واحد ايه كام تلاتة وخمسة سلاسي ايه سنائي تلاتة وايه وخمسة سنائي ها نيترو بنزين حد فاهم الكلام ده طب حد محترم متعلم بتاع مدارس يسميلي ده هنا بي ار سي ال انه قوتو نبدأ من الزحمة صح؟ بس فين الزحمة؟ الزحمة ايه؟ صح ولا ايه؟ اه دي الزحمة طب نبدأ من هنا ولا من هنا؟ يعني لو بدأت كده غلط؟ ايه؟是lighة معنى؟ لو بدأت من هنا غلط؟ ايه؟ مش معنى؟ يعني لو بدات من PT لو بدأت من PT بعدين جميل لكن لو بدأت كده؟ انس يا صالح يبقى هنبدأ من اين؟ من اول الزحمة ونخشي في الزحمة يبقى الزحمة الاكتر كده صح؟ يبقى واحد اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة. نقول اتنين بروم و واحد كولورو. اربعة نيترو بنزين. في مشكلة في التسمية. طيب. مصر لما قولي سيادتك سمي المركبات التالية تبعا لنظام الايوباك. تبعا لنظام ايه? كولورو بنزين. برومو بنزين. اربعة برومو اتنين بنزين. نا بنزين نا بنزين يبقى ده ايوباك. طب هل ميتة وقرس وبارة والعفريتات دي? ايوباك لا. الايوباك بياخد ارقام بس. الايوباك بياخد بالارقام يا جماعة بس. يعني سيادتك ده ايوباك اه ده ايوباك اه ده مش ايوباك ولا ده ايوباك. طب لو انا عايز اسمي مركب من مشتقات البنزين سناء الحلال ايوباك. هتقول لي ايه? هتقول لي يا مصر على سبيل المثال مركب زي ده. اهو. عايز اسمي ايوباك يا حزي. هسميه ازاي ايوباك ده? هترقم يا محترم. ترقم ازاي مستر? ابدأ بالابجادي مش هما فرعين بس. فرعين بس يا عبد الرحمان يعني ما فيش زحمة. فرعين ما فيش ايه? ما فيش زحمة. فنبدأ ابجادي طالما سناء الاحلال ايه? ابجادي. لما نبدأ ابجادي هنا واحد اتنين تلاتة اربعة. يبقى نقول ايه? واحد برومو. واحد ايه يا جماعة يلا بروم اربعة نيترو بنزين. اربعة نيترو ايه? يبقى واحد برومو اربعة نيترو بنزين. يبقى ده كده شائع ده كده ايوباك. طب لو انا عايز سمي ده ايوباك. هابدأ الترقيم منين? من الكولور. مش الكولور قبل النيترو? السي قبل الان. ها? طيب يبقى واحد كولورو اتنين تلاتة نيترو بنزين. عايزة سمي ده واحد كولورو اتنين ميصايد بنزين. فهمنا يا جماعة الفكرة ايه? ها? تمام يا جماعة ولا لا? ها? طيب سمولي ده? ده كده يلا. البنت البنت دي قالت حاجة حلوة او. يا تمسطل اتنين وثلاتة. هي دايما بتبدأ من هنا. خلط. يا بنت الحلقة كلها زي بعضها. بدأت من هنا زي بدأت من هنا. كل الزرات متى مثلة. لو الحلقة كده جبتها كده. هي هي كده. يعني نركب القلم اهو. زي كده. زي كده. زي كده. زي كده. فالحلقة كده دي مش مش اي حاجة فوقت بها هي الاولى لأ. ها? فانت عندك هنا هتبدأ منين? ابجادي. ما فيش ابجادي اصلا الاتنين زي بعض. اي ناحية? واحد اتنين. واحد واتنين سناي برمو بني زي. اه? صحب الكلام ده? طيب لما دخلك هنا كده? سي ال. ها? يلا? الزحمة هي? نلف كده صح? وانا لفي كده? احنا قلنا ايوباك بيحب الزحمة يبقى واحد واتنين ثلاثة اربع يبقى واحد واتنين سناي برمو اربعة كلورو بنزين. يا رب تكونوا فاهمين. صعب الكلام ده? طيب. اقول لك في الامتحان يسمى المركب ميتا كلورو نيترو بنزين تبعا للنظام الايوباك بالاسم نقاط. ميتا اهو مستمع كده? كلورو نيترو بنزين. ميتا يبقى يبقى هنا كلور. نيترو بنزين اهي. هم? عايز اسمي ايوباك واحد اتنين تلاتة. يبقى واحد كلورو تلاتة نيترو بنزين. صعبة دي? قول. مش هتفرق كده. ها? هترقم واحد اتنين تلاتة يبقى نفس الكلام. واحد اتنين تلاتة? عشان بنبدأ بجادة. القولور قبل الايه? قبل النايترو. ها? طيب ما تصلى على النبي يلا كده? ونخش في الدرس. ها? كل ده تمهيد. احنا عايزين نعرف اسماء هم الأول. تعالوا نصلي على النبي. تحضير البنزين. مش احنا يا جماعة خدنا قبل كده الالكنات. وخدنا منها رقم واحد. الميسان وتحضيره وتفعولاته وخوصه واستخداماته والكلام ده كله. خدنا الالكينات. خدنا الايه سلين. وخدنا تحضيره واستخداماته وخوصه والكلام ده والالكينات خدنا الايصاين والكلام ده شمعنا الاروماتية يا جات على الاروماتية تعالوا نشوف الاروماتية عشان نعرف يعني ايه بنزين بنحضر البنزين منين رقم واحد تحضير البنزين في الصناعة تحضير البنزين فين في الصناعة قال لي اول حاجة عندنا من حاجة اسمها قطران الفحم حاجة اسمها ايه رقم اتنين من حاجة اسمها المشتقات البترولية الاليفتية رقم تلاتة من الفينول رقم اربعة في المعمل دول اربع طرق بنحضر بهم وبينزين الطريقة دي في المعمل ها دول كده في الصناعة دول كده في الايه طب ما تصلوا على النبي يلا نبدأ باللي في المعمل نبدأ باللي ايه باللي في المعمل هي اللي في المعمل بتقول ايه اللي في المعمل شبيهة جدا اللي بتاعت التحضير الميسان فاكلينه فاكلين تحضير الميسان يا جماعة كنا بنقول التقطير الجاف التقطير الايه اللي كان مالح اسمه اسيتات سوديوم صح؟ هنا مالح اسمه بنزاوات سوديوم يعني بنزاوات سوديوم يعني بنزين بالمنظر ده عليه سي او او ان ايه ها اسمه ايه ده يا الله بنزاوات سوديوم بنزاوات ايه ها سوديوم لما اعمل عملية تقطير جاف لبنزاوات زي اسيتات يعني ايه تقطير جاف يا مستر يعني بنحط حاجة اسمها جير سودي حد فاكر الجير السودي ده كان ايه ها كان ايه كان سي اي او حرارة طب اللي هو كان عبارة عن خليط من هيدروكسيد سوديوم مع اوكسيد كالسيوم جير حي مع سودا كوية كنا بنسمي جير ايه سودي طب شمعنا الجير السودي عشان بيحتوي على حاجة اسمها اوكسيد كالسيوم او جير حي بيعمل كمادة صحارة مادة صحارة يعني بتخفض من درجة الانسهارة احنا قلنا الاندال دول بياخدوا بعض صح الاندال دول بياخدوا بعض لما ياخدوا بعض ايه اللي هيحصل الان اي او ان اي سي او او هيدوني ان اي تو سي او سري ان اي ها تو سي او سري هيتبقى لي هنا البنزين ازاي يا ميستر ما هو مش هنا كان في اتش هنا هليجي تخش مكان دول هنا بقى رجع بنزين مش دي كان سي 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 اسي اسي فاي جالها ايتش بقى سي سي اسي اسي سي اسي اسي سي اسي ويبقى هنا التقطير الجاف لبنزوات سوديوم يديني بنزين ودي طريقة الايه التحضير في المعمل يتفق تحضير الميسان مع تحضير البنزين في المعمل في عملية التقطير الجاف للايه للملح هنا بنزوات سوديوم هناك كان أسيتات ايه سوديوم بنزوات سوديوم أقدر أجيب منها بنزين من بنزوات سوديوم هات أي حاجة هنأخدها بعد كده عادي طيب من الفينول هو ايه الفينول الفينول يا جماعة اللي هو بنزين علي او اتش ابن عم الكحول فكنا لما كنا بنقول ميسانول إيثانول بروبانول بيوت كنا بنقول او اتش مع الار يبقى كحول عشان نسمي الكحول ضيف اول شيل الار وحط ايار بقى في نول بقى ايه يبقى ال او اتش لما تبقى في مركب أليفاتي بقى اسمها كحول لما تبقى في مركب أروماتي بقى اسمها ايه فينول طيب ده كده فينول اللي هو بنزين علي او اتش هنعمل له ايه يا جماعة يا الله هنعمل له عملية اختزال وعشان نعمل اختزال يعني يا متعلمين يا بتوع المدارس بحط عامل مختزل والعامل المختزل هنا اللي هو الزد ان الزد ان هنا هياخد القو لما ياخد القو دي عبدالرحمن هيدينا الزد ان قو هيدينا زد ان ايه قو لما ياخد الزد ان LMA خد ال قو بقى زد ان او هيتبقى ليه هنا البنزين دي بقى في الحالة دي من الفينول جبت بنزين طيب هنا دور الخرصين ايه؟ عامل مختزل دور الخرصين عامل ايه؟ عامل مختزل خادر او من الفينول اتحول من صفرة هو لمجابة اتنين حصل له اكسا ده صح؟ طيب الحرارة هنا مع البنزين طيب العملية اسمها ايه عشان لما تيجي في الامتحان في خطوات؟ تقول لي باختزال الفينول بمسحوق الايه؟ الخرصين بالبلد كده بنجيب الفينول نسخنه نعمل منه بخار الفينول بخار الفينول ده نمرره على مسحوق الخرصين في وجود الحرارة دي بيدينا بنزين زائد ايه؟ مكسيد خرصين يبقى من الفينول هات بنزين سهلة من بنزاوات سوديوم هات بنزين سهلة الله يرضى عليكم عشان الكلام ده مهم جدا للحصة اللي جاية طيب من المشتقات البترولية الالفاتية يعني ايه؟ كلمة الفاتية يبقى احنا هنرجع لورا شاهد النهار دي تقول الحصة من الكلمة عن الاروماتية الفاتية بقى نرجع لورا الكين 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 الحاجات دي كلها عشان كده هقولك يا متعلم رقم واحد في مشتقات الالفاتية مشبعة وفي مشتقات الالفاتية غير مشبعة هي ايه المشبعة وايه غير المشبعة ايه المشتقات الالفاتية المشبعة وايه المشتقات الالفاتية غير المشبعة حد يعرف يا جماعة المشبعة زي الالكنات زي ليه؟ هجيب سي ستة اتشا 14 حد يعرف ده اسمه ايه؟ اخصى عليكم جزم هكسان عادي هكسان ايه؟ هنعمل له عملية اعادة تشكيل محفزة يعني ايه يا مستر؟ اعادة تشكيل محفزة يعني بنعمل له بنصيغش بنخلش شكل البناء بتاعه يتغير بنعمل له اعادة تشكيل من الاول اعادة بناء من الاول طب ازاي؟ بنعرضه لضغط لبلاتين وحرارة عاو محفزة وحرارة عالية ايه اللي بيحصل؟ عارفين لما تجيب سبحة كده وتقعد تلعب بها تعمل زي حلقات منها كده من العقد بتاعه من الحبيبات بتاعتها ممكن تعمل عقد حلقة خماسية حلقة سوداسية حلقة مش عارف ايه؟ في عادة تشكيل محفزة هنا ست زرات كربون بيعملوا لي شكل كده شكل حلاقي وفي دايرة هنا وفي هنا اربعة اتشي تو استنى عندك باعة مستقل عشان انا مش فاهم اقول لي سيادتك سي 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 ها؟ اهو اللي بيحصل اول ما بنعرضه لضغط وحرارة هو باللاتين وحرارة بالمنظر ده كده اله دي بتطير مع دي بقى each تو ودي ودي كمان each تو ودي ودي كمان each تو كده كم each تو تلاتة وكمان each تو اربعة بقى اربعة ايه؟ each تو طب اصبح الشكل كده طب ما الشكل كده هيبقى ناقص صح ولا ايه؟ بنحط هنا ربطها سنائية 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 كده مصر اللي جوه مزبوطين بس اللي عطر في نقصة رابطة يوم رابطين بعد يوم رابطين الشكل ده فتحول من هكسان عادل ايه لبنزين عطري العملية دي اسمها ايه بقى يلا اعادة تشكيل محفزة اعادة تشكيل ايه يا جماعة يلا محفزة او اعادة تشكيل حفزية اعادة تشكيل ايه حفزية طب من الهكسان العادي هات بنزين عطري اعمل له اعادة تشكيل يدين ايه بنزين عطري على طول طب هو انا ما عندش غير الهكسان العادي كتاب المدرسة مش جايب لك غير الهكسان العادي طب لو سيادتك حبيت تعمل غير الهكسان العادي يعني مثلا جبتلي سي مثلا سبعة اتش ستاشر حد يعرف ده اسمه ايه ها اخصى عليكم جزم هبتان عادي طيب بلاتين وحرارة ايه اللي هيحصل هيعمل شكل سداسي اللي هو البنزينة هو العطري بس يا مصر ده كده فيه اربعة اتش تخرجوا اه كده يا مصر فيه سي زيادة بتطلع فوق الهبتان العادي بقى حاجة اسمها طلوين حاجة اسمها ايه طلوين يبقى لما قولك يعاد تشكيل محفزة بتعمل شكل سداسي حلقة البنزين والسيهات الزيادة بتطلع فوق وفي كلتا الحالتين بيطلع لي ايه اربعة اتش سؤال اساسي في الامتحان يقولك من الالكان العادي هات اروماتي من اليفاتي هات اروماتي بنعد من الاليفاتية الاروماتية عن طريق العملية دي طب يعني ايه غير مشبعة قال للغير مشبعة بنعمل حاجة اسمها بالمرة حلقية او احيان بنسميها بالمرة سلاسية يعني ايه بالمرة حلقية او يعني ايه بالمرة سلاسية بيقولك باختصار كده بتجيب ثلاثة سيتو اتشتو اهو ثلاثة ايه سيتو اتشتو هو ثلاثة سيتو اتشتو اللي هو الايه مش ده الايصاين يا جماعة مش سيتو اتشتو اللي هو الايصاين او الاستلين بنجيب الايصاين ونمرره على بص رد. هوت نيكل تيوب. ايه رد هوت نيكل تيوب? انبوبة نيكل مسخنة لحد الاحمرار. انبوبة من النيكل مسخنة لدرجة الايه? الاحمرار وبندخل جواها بنمرر من جواها غازي الايصاين. طب غازي الايصاين مجرد ما بيخش جوه الانبوبة هي مسخنة لدرجة الاحمرار بتحول لبنزين عطري مباشرة. بالمنظر ده كده. طب مش ده. كان ايصاين بقى بنزين عطري. اه. مفيش نواتك سنوية لأ ما هو اتنين في تلاتة بستة اتنين في تلاتة بستة. طب احنا فهمنا هنا تم ازاي? هنا تم ازاي? تعال نفهم كده بالراحة. الكلام اللي بقوله مش عندك بس مش عندك في المهنة بس تبقى فاهم عشان تبقى عارف العملية تمت ازاي? انت عندك كم جزء ايصاين? تلاتة. يعني واحد كده? صح? واحد كده? واحد كده. مش دول تلاتة ايصاين? ولا انا جبت حاجة من بيتنا? صح? لما اول ما يدخلوا جوه? اللي بيحصل? بتكسر دي. يتكون هنا ايه? الكترون. فاكرين لما كنا بنكسر طبعا كان بيحصل ايه? الكترون هنا ولكترون هنا. تكسر دي. هنا وهنا. تكسر دي. هنا وهنا. يمسك ببعض الله عليك يا ولد اهو. بقى بنزين ولا مش بنزين? فهمنا الفكرة ايه? عشان كده سموها بالمارة حلقية. عشان بتوادي المركب حلقي. وبالمارة بنكسر فيها رواب. السؤال بقى هنا. من كاربيد الكالسيوم هات لبنزين? كاربيد الكالسيوم اوه. هنه اتميأ. ديني اي صاين ان وصلًا مليا. اي صاين هات بنزين. من أسيتات السوديوم هات بنزين عطري. اسيتات السوديوم نعمل تقطير جافي يديني ميسان. وشي سخنيه وشي بارد يديني اي صاين. الاي صاين بالمراء هلاقية يديني بنزين. حسنا الفقات صلز ما اللي ما قلت لكم يا جماعة كل حس صح هنقول فيها كاربيد كالسام من الميسان من الميسان هات كاربيد كالسام قصدي من الكاربيد كالسام هات كذا من الميسان هات كذا صح لما تقول دول مصيبتان سوداوتان صح هنا نفس الفكرة من الميسان عايز بنزين طيب ازاي من الميسان اجيب بنزين ما هو الميسان هاتجيب إيه صالب من كربيدي الكالسيوم هات إيه صاي ثم بنزي. يبقى عندي كده طريقتين في الصناعة وطريقة في المعمل. الطريقة الاخيرة اللي هي في المعمل ايه في الصناعة ودي المشهورة جدا اللي هي ايه من قطران الفحم. في عندنا حاجة اسمها فحم حجري. تسمعوا عنه? حاجة اسمها الفحم الايه? الحجري. المناجم والحاجات دي. بنعمل له عملية تقطير اتلافي. يعني ايه كلمة تقطير اتلافي. حد يعرفي? تقطير اتلافي. بنسخن الحاجات الصلبة بمعزل عنه هوا. تديني ايه? بتديني شوية سوائل ومواد سائلة كده من ضمنها مادة سائلة سودة جدا اللي هي ايه اسمها قطران الفحم. اسمها قطران ايه? الفحم. خلي بالكم. قطران الفحم ده مادة سودة. سائل اسود. عبارة عن اصلا العملية اللي هي تقطير اتلافي بيتم تجعانها سوائل مختلطة مع بعضها. بنعمل عملية تقطير تجزئي. يعني ايه يا مستر تقطير تجزئي. مش تجزئي تقطير تقطير تجزئي. طب تقطير تجزئي يعني ايه? عارف انت لما يبقى عندك شوية سوائل مختلطة مع بعضها. مشتقات البترول بتبقى طالعة حاجات كتيرة مع بعضها صح? عايزين نفس الكل حاجة عن التانية. بنقوم جايبينهم حطينهم في فرن. ونبدأ نسخن. درجة درجة غلايان ده خمسين مثلا. درجة غلايان ده مثلا ستين. ده مثلا تسعين. اول ما ابدأ سخن 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 سخن. وصلت درجة الحرارة خمسين. مش ده هيغلي. هرب. وصلت ستين. ده هرب. وصلت تسعين. ده هرب. يبقى انا فصلت كل واحد عن التاني ولا لأ? ابدأ اخده ابخره. لما اتبخر اخده اكسفه واجمعه لوحده. العملية دي اسمها تقطير تجزئي بتعتمد على اختلاف درجة الغلايان. اكتب عندك المعلومة دي. التقطير التجزئي لفصل السوائل يعتمد على اختلاف درجة الغلايان. التقطير التجزئي. لفصل السوائل يعتمد على اختلاف درجة الغلايان. التقطير التجزئي ها? لفصل السوائل. مثلا مش تقاط البترول مثلا او غيرها او غيرها ها يعتمد على اختلاف درجة الغليان. طيب مستر بعد ما عملنا تقطير تجزئ القطران الفحمة الله على زيت خفيف كده. هل ده البنزين لا لسه. بنسخن ده من كم لكم بقى يلا من بنسخن ده من تمانين الى اتنين وتمانين. درجة. يدينا ايه يا جماعة يلا بنزين ايطر. يبقى انا عندي كده كم طريقة بحصل بيها على البنزين واحد من قطران الفحم ده في الصناعة اتنين من المشتقاط البترولية الالفاتية سواء كانت مشبعة وجر مشبعة برضو في الصناعة من الفينور برضو في الصناعة من في المعمل اللي هو بالتقطير الجاف. العمليات الله يرضى عليكم اسماءها مهمة جدا. التقطير الجاف هنا. البلمرة هنا. اعادة التشكيل المحفزة هنا. عشان بتجي في الامتحان دايما. وطبعا هنا اختزال الفينور. عشان ما اجا اقول لك من كاربيد الكالسيوم كيفة تحصل على بنزين. تقول اول خطوة تنقيط. ها? الخطوة التانية. بل ما راح لقيه. فالعمليات الله يرضى عليكم اسمها مهمة. ها? الحصة اللي جاية هناخد خواص البنزين. بتفاعلاته. بمراجعة الجزء الاول كله. بمخطط كده جميلة على الصبورة هنلمي في معادلات الجزء الاول كلها. من الميسان لحد تفاعلات البنزين معنا. خلاص? وهناخد اسئلة كده دخلت بعضها على الجزء الاول. حصة الجاية متحان بباب اول اه متحان على العضوية والباب الاول. عضوية من اولها اه.